أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع العشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر وهو المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبير المقبل وخلال الاجتماع تم استعراض أهم فعاليات الشق رفيع المستوى وما سيشهده من اجتماعات مختلفة كما تم استعراض جهود وزارة البيئة في رفع الوعي بقضية التغيرات المناخية بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصحية لتصبح قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتخلص الآمن من النفعيات وخطة التامين الطبي للقطاعات المختلفة من وزارة الصحة خلال فترة انعقاد المؤتمر كما تم استعراض موقف تجهيزات البنية التحتية للقاعات التي ستشهد جلسات المؤتمر